السلام عليكم هذا القائم أدلقى وعيد لقدامك ضروري ما الأساد والكتاب اللي ستقرى فيه ستلقى حطها لقدامك وتيطلب منك تحفظها ولا تعقل عليها ولكن ما عمرك فكرتي ولا تشجعتي تبرهنها رأسك هذا شيء اللي سنقوم بها في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى ولكن مرة أخرى ما تنسوش خطنا اللي في السودان في فلسطين في أركان في بزاف ديال الليس في العالم دعو لهم واستمروا في المقاطعة والليل عندها واحدة الفائلية كبيرة 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 بسم الله وعلى بركة الله تعالى دبا بغين نبينه أن الاشتقاق ديالشي عدد ثابت مضروب في دلة تساوي ذك العدد الثابت في مشتقة الدلة هذا يعني أنني غنشتقك ديال الف كامل ونشوف بحيث أنك عدد حقيقي الاشتقاق ديالك فلي اكس باستعمال التعريف هو هاتش اللي قدامك عمل دابا بك وبما أنها ما فيهاش اش فتقدر تخرجها برا على النهاية وغير بقى الكام ضرب في هاتشي وهاتشي هو أف بريم لإكس ونحن بينا القاعدة اللولة الشنطن مثال على هات القاعدة هي الاشتقاق ديال 7 إكس وثلاتة وبالتالي هاتشي غي سوي 7 في الاشتقاق ديال إكس وثلاتة والاشتقاق ديال إكس وثلاتة هو 3 إكس مربع غير ضرب 7 في 3 وغير بينا عندك 21 إكس مربع هات القاعدة اللي برهن ناليها تقدر تقبر عليها بهذا الشكل وهذا الكتابة هي اللي تنفضلها أنا صراحة دبا بغينا نبينه أن الاشتقاق ديال المجموع أو الطرح الدجاج دولت chasedر المجموع Kub ديال إ showed up مرة أخرى nessانوا التعريف القادمة يعني هاتشي اللي قد يهمك ومعالرك دبا غير تقدي هاتشي وتخز acord بالنهاية عليها بجوج بكل كيف يقوم60 وهاتشي اللي هو الاشرقائق ديال f' وهاتشي اللي هو الاشرقاق للج cabe وهذا هو المجموع أو الطرح ديالهم مثال على هات القاعدة هو الاستقاق التقديم أولاً لكي تسهل عليك المأمورية كتب 7 على جدر مربع X على شكل 7 X-1 لجوج ودباً الاستيقاء قدية لهذا المجموع هو الاستيقاء قدية كل واحدة بوحدتها مشتقة الحد الأول هي 3 في 5 في X-4 والتي هي 15 X-4 أتخدمنا واحدة بحالها ياك مشتقة الحد الثاني هي ناقص جوج في X-1 والتي هي ناقص 4 X ومشتقة الحد الثالث هي 7 في ناقص 1 لجوج في X-3 لجوج والتي هي ناقص 7 لجوج مضربة في X-3 لجوج والتي هي ناقص 7 لجوج مضربة في 1 إلى X-3 لجوج وأخيراً مشتقة الحد الثالث هي 0 لحقاش عدد ثابت أيضاً مزيان تعرف أن X-3 لجوج هي X-4 وأيضاً أنت نفط لهذا الكتاب الذي قدامكم هذه أريد أن نبينه أن الاشتقاق ضرب جوج دوال يساوي هذا الشيء الذي قدامك فج بريم زائد ف بريم جي مرة خلالك نخدم بالتعريف التعريف الاشتقاق ضرب جوج دوال مضربين في باضياتهم هو هذا يجب أن يخص صغيراً لك أحد القلب وهو سنقص وزيد Fx زائد X في Gx وهنا ستعمل بالعمل Fx زائد X لكي أتحدث عن عامل لجي لإكس زائد X ناقص Gx وهنا ستعمل بالجي لإكس لكي أتحدث عن عامل لف لإكس زائد X ناقص F لإكس وفرق النهاية لها شي كامل النهاية الأولى ستعود X ب0 ستبقى لك F لإكس النهاية الثانية هي الشيقاق G زائد النهاية الثالثة هي الجي لإكس والنهاية الرابعة هي الشيقاق F وهنا ستخرج في النتيجة التي تريد والتي تستطيع أن تقلبها وتقول لك F'J زائد F' بحال بحال مثال على هذه القاعدة إذا أضعنا F لإكس هي العامل الأول والجي لإكس هي العامل الثاني ستبقى للإكس والإكس الضرب للإكس والإكس الضرب للإكس 24x7-14x6-4x3-3 حيث أن تنشر هذه الأشياء ستبقى من هنا لغدله إلا تبسطه دعني أتشاكي ونزل حاجة أخرى ومرة أخرى سأفضل أن أكتب هذه القاعدة على شكل هذه الكتابة لحقاً إذا كان لديك ثلاثة عوامل مضربين في بعضياتهم بمعنى ثلاثة دول وطلبهم منك تشتقهم ستشتقهم بذلك الطريقة التي قدامك طبعاً نفس الشيء تستطيع أن تقوم بها أربعة عوامل أو أكثر نريد أن تقوم بأن الاستقاق القسم الجوج دوال تساوي هذا الشيء الذي قدامك هنا سنعمل بطريقة تماماً التي قدامنا بهذا الضرب أولاً نرجع X في المعقام تساوي G لX-1 وهذا هو إذا كان لدي الاستقاق الضرب الجوج دوال هذه G-1 رأي المقلوب دلالة عكسية دلالة عكسية ندخله ناقص واحد مهم أن نعمل بتعريف أو ثاني هذا الشيء الذي قدامك سنتقل في ذلك القلب هو سنقص يجد فلالحجة X في المقلوب جلية إكسية و هنا سنعمل في العمل فلالحجة X-1 كي تكون لديك عمل فلالحجة X-1 فلالحجة X-1 و هنا سنعمل في عمل إكسية X-1 يجد لكن في المقلوب ويأتي ستراجعك في مكانك. لتعبق 1 على Jxzx ناقص 1 على Jxzx وهنا واحد المقامات لكي تعبق Jxzxzx كل على Jxzxzx تضيف الشيء الذي في المقام للمقام وخرج الناقص لكي تركي وهذا الشيء الذي في البسط على A هو المشتقة ستعبق H ب0 في المقام ستعطيك Jxzx مربع وخرج هذا النقص بره زائد النهاية الثالثة هي المقلوب ل Jx والذي هي 1 على Jx والنهاية الرابعة هي الاستيقاق F. فهي تقرير في نتيجة التي تريدها. والتي تستطيع تقلبها وتقول هذا الشيء. مثال على هذه القاعدة هو الدلّة A. نضع F لX لدلّة الموجودة في البسط. وJ لX لدلّة الموجودة في المقام. و ستقول A هي القسمة F على J. و سوف يعمل القاعدة. F' X هي 6X-3. وهذا الشيء مضروب في J. وهذا الشيء كامل ناقص F مضروب في J' وهي 5X-24x². هذا كلهم يقسم على J. بالطبع لا يوجد أن ينشر هذا الشيء. المهم. مرة أخرى تنفطل هذا الكتاب الذي قدامكم على الكتاب الذي قبل. أولا و قبل أن تكمل هذه القاعدة. من نصحك ترى في هذه الحلقة يمكن أن نهضر على الاتصال مركب الدول. و خصوصا للمقطع الخراني يمكن أن نهضر على مركب الاربعاء الدول. من انتصالي و أجد تكمل المقطع هنا. أريد أن نبينه أن الاستيقاق المركب الذي يفعله الذي قدامك. و لكي نبينه هذه القاعدة سنستعملوا التعريف للإستيقاق كالعادة. هل تعريف هذا المهم؟ أم لا يجب أن يكون لديك في ذلك دائما. سوف ترى هذا التعريف حتى في النهاية الدولة المثلثية واللغاريثم والإكسبو. تابعك تابعك. لا تعقل عليهم من ذلك. المهم للإستيقاق F لجلي إكس تستطيع أن تكتبه على هذا الشكل. و هذا القالب الذي هنا. ستقسم و ستضرب في الجلي إكس زائد A ناقص جلي إكس. و فرق النهاية على هذا الشكل. هذا العامل الثاني ما هو إلا جي بريم لإكس. ولكن ماذا عن العامل الأول؟ ليس نشطيك. هنا يوجد واحد القالب. وهو أنك تحطك المقامة يقوم بإبسيلون. وبالتالي جلي إكس زائد A ناقص جلي إكس زائد أبسيلون. كيف توقع أبسيلون من أبسيلون؟ بما أن الجيدة لنقابل للإستيقاق فهي أوتوماتيك لم تتصل. لا تساولني ما قدرت لها. أرجع تفرش في هذه الحلقة بإستعرف علمات خلين. ستعرف معلومات خلين سوف يفيدوك إن شاء الله تعالى. المهم هو أن الجيدة لم تتصل. هذا يعني أن نهاية جي إكس زائد A ناقص جلي إكس. نقص جلي إكس من جوهي بجوج. لكي تبقى لك أن هذه النهاية تقوم بزير. ما هو جي إكس زائد A ناقص جلي إكس؟ هو إبسيلون. وبالتالي من أبسيلون تتقرب للزير. وهذا يعني أنني نستطيع أن نبدأ بإبسيلون في النهاية التي لدي. لكي يقول لك أي شيء قدامك. وبالطبع الشديد هذا هو التعريف ف بريم الجلي إكس. وهنا خرجنا في القاعدة. نأخذ مثال. ما هو الاستيقاق هذه الدلة؟ عندك تفكر أن تضرب إكس أوكاري زائد واحد في راسات 990 مرة. ستبدأ تشتق. ستكون ملمان أعرف إمتى. هنا لديك جوج دول. جي تتساوي إكس أوكاري زائد واحد. وف تتساوي إكس أوكاري زائد واحد. فتستطيع أن تكتب عش على شكل ف دلتين. وبالتالي أنا ستجمل مركبة دلتين. ولنأهي كنا نطبق القاعدة بالبراهن ذاتها. ستجد دائما تمترون. ستجد عشياء الأولى. ستجد عشياء إكس أوكاري زائد واحد في ف أحد ي biscuit في ف. ستجد عشياء إكس أوكاري زائد واحد في عشياء آخر ويدتها. وس極 جوج رسائد كopathتها. والاشتجد عشياء عشياء آخرين huge is 98. وسائق تعودك اthersت لف أدريد إلى على سいただه. نسأل لك هذا شيء قليلا مرة أخرى هذا الشيء الذي نفطل هذا الكتاب الأخرى هنا بحاليلة فقط تتقسم على دي و تتضرفها و خذ المقاربة غالطة مهم إلا أننا نضع هذا الشيء بهذا الدول الذي قدامنا جي لإكس ستكون هي او والاشتقاق الو بالنسبة لإكس هي جوج الإكس واف لإكس هي إيجراج والاشتقاق اليجراج بالنسبة لإيجراج هي دوسعين او أس من يواتسين و هذا باستعمال قاعدة السلسلة لغاقل دولارشين يعني هاد القاعدة اللي عاد بيناها دابا غير 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 نعوضه فتشي اللي قدامك و دابا ما عليك غير تعوض او بإكس أوكاري زائد واحد و تحسبها تشي اللي خرج لك باش تلقى 189 اكس عامل لإكس أوكاري زائد واحد عامل لإكس مربع زائد واحد لكل أس 190 شتيش حال سهلة؟ السؤال المطروح في آخر الحلقة هو باستعمال القواعد السابقة شنه هو الاستقاق ديال هاد افلي اكس هاد سفت لي الأجوبة إما في الإيميل إما في الإنستغرام إما في الواتساب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته